السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا مفرامة لحمة بركة جيباس 2000 واط من مشكلة هي نشغلها بدي اشتغل مطور صوته وبين هو بيدور لكن الترس الخاص بحركة الدودة او الفرم مش شغال فطبعا هنحتاج نحن نجربها مع بعض كده هنفتها مع بعض ونشوف المشكلة فين هنبدأ نفك بسرعة بس كده عشان الوقت بتاع الفيديو ما يطولش وانا عايز افكها لكم بس عشان نشوف طريقة الفك بتاعها ده الجوز الامامي وطبعا هنا فيه اربع خمس مسامير هيتفكوا برده وهنا برضو فيه مصميرين تحت الـ منشير القطب الراحة عشان مسامير من يتوقع تحيبا نسبالنا لما حاجة موضوع المسامير لو عندك كويتش دوت بيبقى حماية عشان مطور ما يتحركش وهنا الجير بوكس بتاحها وردو عليه كويتش ده المطور ديش التبريد المفتاح وده مجموعة التروس او اللي هو الجير بوكس اللي احنا هنبدأ نتعامل معه دلوقتي ونبدأ نفكه او مربوط بست مصامير زي ما قلنا المطور شكله قويس يعني صوته قويس ده كويتش الحماية بيعمل عدم فيها عشان يحكم الحركة طبعا المكنة او مطور زي دوت مفرمة زي دي مطورها ما شاء الله فين وقت قدرة جامدة قويسة مش الف او تسعمية او الف سبعمية فيه انواع كتير موجودة في احنا فكينا المصامير ست مصامير هم المسؤولين عن المجموعة الجير بوكس دي مجموعة التروس هحاول بس بفكها براحة كده الوش دوت طبعا زي ما احنا شايفين هما فيه تلت تروس والاكسل الاساسي اللي هو طالعا من المطور ده ترس حلزوني برضو يعني ده واحد اللي هو في النص هنا وطبعا ده زي ما احنا شايفين كده متقصر وده ترس استلم الحركة هوني المطور بيسلمها للترس الكبير بعد كده بيستلم الترس الاكبر بياخد سرعته من الترس يدوت طبعا دي كده ترس مبقى اش ترس دي قاعدة الاكسل الترس وده جلبة برضو الاكسل الترس دي طبعا دوت شكرا طبعا لازم تجاب واحد زي ايه او بتعمل واحد مادة اسمها مادة الارتلون تفلون مادة جامدة كويسة هي اللي رحيدة اللي ممكن تعمل منها الاشكال دي او النحاس طبعا طبعا الموضوع واضح ان هو كده مجموع الترس نجهز الترس التاني ونرجع نكمل مع بعض وطبعا هنا فيه مادة لحم تفلون ده وتقريبا لحد لحمه يعني كده شكله فيه مادة اتنين في واحد مخطوطة عليه طبعا الكلام ده مصحش ما ينفعش الترس زي ده بيبقى عليه لود عالي او حمل جامد اوي لان هو المسؤول عن الفرب طبعا الكلام دوت مش حالي طبعا هجاز الترس الجديد ونرجع نكمل مع بعض رجعنا تاني بالترس الجديد ده الترس اللي انا بتكلم حضراتكم عليه اكس جديد بشكل مسدس طبعا لان المسدس القديم كان متاكل زي ما احنا شايفين بينين كده طبعا عشان ما نقولش بعد كده ان الاكس متاكل او ما بيفرومش كويس او بيدفع الفاضي فاحنا عملنا اكس جديد بنفس عدد الاسنان مسدس ده المسدس اللي بتركب فيه الدودة اللي هي مسؤولة عن الفارم او نار اللحمة وده الخامة اللي احنا اتكلمنا عليها بيتخرط واحد زيه بالزبط بنفس النسافات بنفس الاسنان لكنه هو بالزبط هنبدأ نجمع دلوقتي مع بعض دي المجموع بتعتني زي ما هي ما حركناش فيها حاجة هنبدأ ندخل ده هنا ترس دوت كده حطينا الجلبيتين اللي بتحرك عليهم ترس كده حطينا جزء سابعا ما بيوصلش ده الفوصل ما بين الجير بوكس وبين الموتور كده وصلنا جزء بتاع الموتور هندي بس شحم كده ترس عشان سهل عملية الحركة حيث يبقى دايما عندنا الجيربوكس فيه شحنة عشان الحركة بس يبقى فيه مسهل للحركة مع بعضه كده نطمع كلها خادية الشحن نفتح زي ما احنا شايفين مع بعض نبدو ان يسقطي المجموعة واحدة واحدة كده الفروض هجمع المصامير ست مصامير لكي كلهم مقاس واحد طول واحد قليتهم على جمع طبعا التيرس بيبقى معمول في مخرطة بعد السنون المعينة بنفس المقاسات تفريزة وتثبوته طبعا الناس محترفة في صنع التروس ناس متخصصة يعني في حالة عدم توفر التروس كبارتس متاحة في السوق يعني لانو عندكش حل الاتنين يا اما عندك معدة قديمة زي دي فيها مشكلة تانية ممكن تاخد منها تيرس يا اما بتصنع تيرس تاني على حسب المتاح بالنسبة لك او السهل بالنسبة لك عشان نحل المشكلة زي دي لكن طبعا كلمة ان احنا نلحم الترس باي مادة ان كانت طبعا ما ينفعش مش اي مادة لحم ممكن تستحمل الحمل الزيادة اللي هي بقى موجود كبير المجموعة بتلف بس طبعا عشان سرعة المطور ضعيفة بلف بايدي فلازم المطور يشتغل فاحنا نثبت المطور في مكانه بحس يبقى ايه كل حاجة في مكانها مبقاش محتاجين ان احنا طبعا الكودش ده اهم حاجة عشان هو اللي بيعمل عدم بيبريشان او اهتزاز جامد لموضوعة ممكن نقف كده انا بس نشوص كابل مكانه مكانه كده نجموها قفلت اقفل المصامير مع بعض في المصورين بتبوع الوش لامامي وده بيبقى بالنسبة لنا افضل حال انت تتغير وما تلحمش يعني موضوع اللحام ده موضوع مش اه مش جيد ومالوش عمر افتراضي اصلا ممكن اشتغل معك مرة ممكن ما يشتغلش ممكن اشتغل معك مرتين على حسب بس لكن عاجلا اما عاجلا فهو مشروع غير سليم بالمرة ما ينحولش ان احنا نستخدمه او نعمله في اي مشروع من مشاريعنا عشان مش هينفع ان انا اعمل الشغلانة وبعد كده العميل يرجع لي بها تاني يقول لي نفس العيب او نفس المشكلة من ضمن برضو الحاجات اللي عايزين نوهي عليها هي موضوع ان انت ما تيجي تفرم لحمة رجاء انت اكد ان تشعط اول في بعض ان قطع اللحمة تبقى شديدة قوي المكن ده مش مش اللي هو زي عند الجزار نصلا عند الجزار بقى مكنة والسيور والتروس وحوار كبير يعني حوار كبير لي عزم ممكن لو هو عنده عظمة ممكن يكسرها مش هي المجال اللي هتبقى لكن بالنسبة لنا دي طبعا كلها عبارة عن اا بي بي سي او بلاستيك عما تم مواد بلاستيكية فطبعا غير والعزم بتاعها برضو اقل كده احنا قفلنا شايفين الكاوتش هنا ده اللي نمسك الموتور نفس القصة حاميه برضو ونبدأ نقفل الوش دوت بيركب كده كده هريكب معنا كده المكنة دي طبعا المصمر بيمسك الجزء الزور او الزور اللي فيه الدودة او المسؤول على الفرب بالطبق اللي فوق طبعا بس هو مش موجود حاليا عندي ونبدأ نجرب كده مع بعض ده الترس القديم دي مادة اللحام اللي كما الحوم بها وصل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله زي ما احنا شايفين كده بعين كده الترس بدأ يلف معنا بسم الله وصلتها ان شاء الله يعني حاجة بيسة بينا كده المجموعة الحمد لله وصلنا ان احنا جربنوها وفتحناها وقفلنا مع بعض وعرفنا ان مشكلة الترس زي دوت لازم تحل حل جازري ما ينفعش حل مؤقت ولا الحام طبعا الحاجات دي مش عملية انا باكد بس عشان نبقى عارفين لما نعمل شجلانة زي كده نعملها مرة واحدة ومرة تكون صح بامر الله اشتركوا لحسن المتابعة اشتركوا في اللايك والشير والسابسكرايب اي استفسار ايكم من انت تحت امركم انا معكم احمد فهام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا